يا ترى ايه هي محاذير الأدوية العلاجية في الحمل خدت بالك وانا قلت ايه؟ الأدوية العلاجية يعني ايه الأدوية العلاجية؟ يعني دوى بيؤخذ لعلاج حالة مرضية مش دوى بيتاخده خلاص مش دوى انا باخده اصلي متعود اخده فتمام اصلا بيجيلي شوية صداع فمتعود اخد مسكن رجلي بتوجعني شوية فمتعود اخد مسكن؟ هو ده في العام ده غلط لكن في الحمل بقى ده غلط جدا في الحمل الأدوية لابد ان تكون أدوية علاجية الأدوية الثانية دي اللي بيقول عليها الطبيب والطبيبة اللي بيتابعوا حمل حضرتك يعني لما تقولك تاخدي فوليك أسد تاخدي حديد تاخدي كالسيوم دي أدوية خاصة بالحمل ملناش دعو بيه خلاص تنفذيها كده بالزبط انما اي دوى تاني اي دوى تاني لازم يكون دوى علاجي مش يتاخد كده زي ما بيقولوا كده ايه من غير سبب او مش هيدور لا هيدور لقدر الله في الحمل طيب ايه بقى محزير الأدوية العلاجية في الحمل النصيحة الرئيسية في موضوع تناول الأدوية أثناء الحمل هي ضرورة تجنب أخذ أي أدوية قبل استشارة الطبيب المتابع لحملك خلاص كده يعني ممنوع ناخد اي دوى من غير ما الدكتور أو الدكتورة اللي بيتابعوا الحمل يكون عارف على فكرة في بعض الناس بيفتكروا ان الأدوية ممنوعة تماما خلال شهور الحمل فيه ناس فاكرة كده يقولك لا دي حمل ما تاخدش دوى بقى والحيانة الاعتقاد ده خطأ الصح ان فيه أحوال معينة بيتاخد فيها علاج محدد لغرض محدد لوقت محدد علاج محدد لغرض محدد لوقت محدد طيب المعلومة التانية المهمة هي ان الأدوية اتضر بالحمل مفاجأة دي أدوية قليلة مش كتير زي ما بعد يعني زي ما كتير من حضراتكم فاكتير فاكريه الناس ممكن تفتكر حكاة دي لكن هرجع وأقول برضو رغم المعلومة دي ممنوع تماما تناول أي دواء بأي جرعة خلال الحمل من غير استشارة الطبيب المتابع دلوقتي بقى عايز أكلم حضراتكم عن بعض أنواع الأدوية المتدولة واللي ممكن يكون لها احتياجات أو عليها تحفظات محددة خلال فترة الحمل وأكيد بعض النصائح المتعلقة بها هنبتدي بأدوية علاج القيء الانتي اماتيكس الأدوية اللي هو كتير قوي من الحوامل وتحديدا في الفترة الأولى من الحمل بيكون عندهم عرض القيء الترجيع يعني بيكون كتير أو غممان النفس وفيه يعني فيه غممان النفس اللي النوزية بس ومن غير ترجيع وفيه بقى غممان النفس والترجيع طيب اتفقنا قبل كده في حلقة من الحلقات وقلنا فاكرين لما كلمنا عن غطيان الصباح وقلنا فيه وسائل غير طبية يعني وسائل طبيعية الحاجات اللي عليها جنزبيل اللي هي المأكلات الجفة زي البسكوت والحاجات دي كلها يعني قلنا حاجات كتيرة قوي قوي وان احنا ما ناكلش حاجات كتيرة لكن ناكل مرات قليلة كتيرة قلنا حاجات كتيرة ممكن ترجعوا لها لكن نفترض دلوقتي بقى ان احنا عندنا حالة لا بقت مزعجة على المرأة الحامل او على الزوجة الحامل طب وتستلزم وجود دواء طبعا الأدوية دي ممكن الطبيب المتابع لك هو اللي يرشح لك احد انواعها دا امتى زي ما قلنا في حالة وجود معاناة شديدة من غطيان الصباح او الغطيان اللي بيجي عند بعض السيدات الحوامل امتى الدكتور بيوصف بقى الدواء خلوا بالكم مش عشان انت بتصعبي عليه لا اما انت يعني زي الفل ان شاء الله الدكتور بيوصف الدواء لما يكون هذا العرض اصبح عائق قدامك انك تتغذي تغذية سليمة فهمتو قصدي؟ يعني الشرط ان الناس تاخد ادوية للترجيع او مضادة للترجيع ان تكون انت مش عارفة تكلي وده بيبقى خطر على حضرتك وعلى الجانين والادوية دي كتير قوي منها الاقراس ومنها حتى طلع دلوقتي ادوية زي شرايت كده بتتحط على اللسان ولكن الشرايت دي بيبقى لها توقيت معين في الاستخدام يعني ما ينفعش تستخدم بدري في الحمل يعني فيه دواء كده الشريط بيتحط على اللسان يمنع الترجيع لكن ده له شرط حتى لما تقروا النشرة بتاعته الطبية هتلاول لك ممنوع استخدامه مثلا في خلال اول 13 تمام كده؟ طيب ايه تاني انواع من الادوية معرضة الزوجة الحامل انها تكون في حالة او في احتياج لها؟ الادوية بتاعت الحساسية او ما يعرف بالادوية مضادات الهيستامين اللي احنا بسميها انتيهيستامينكس اغلب الناس بيعرفوها باسم ادوية الحساسية معظم ادوية الحساسية دي ممنوعة معظمها ممنوعة خلال فترة الحمل ونصحتنا ليك هي محاولة تجنب ما يثير الحساسية من الاساس يعني انت عارفة اللي بيجيب لك حساسية او بقى عندك معرفة دلوقتي لان احنا اتفقنا في الحمل ممكن يجيلك حساسية من حاجة ما كانش بيجيلك قبل كده ممكن يجيلك حساسية من نوع برفان جزج بيحطه او من نوع طبخ معين بيطبخ او من نوع معطر جو وهكذا ما كانش بيعملك حساسية فيبقى الحاجات اللي بتعملك حساسية من الاساس تتجنبيها الحاجات اللي ابتدتي تكتشف انها بتجيبلك حساسية تتجنبيها وده لانه معظم ادوية الحساسية ممنوع استخدامها في الحمل على فكرة الاقتراح اللي انا بقول لحضراتكم ده اللي هو تجنب اسباب الحساسية بيؤدي لنتائج ايجابية جدا مع معظم الحوامل طبعا تجنب مثيرات الحساسية زي ما قلنا زي قلتلكوا زي انواع معانا من الاطعمة او الملابس او الروايح وغير كده كتير بيحصل لما بتكون يعرفة ان في شيء معين بيسببلك الحساسية وبالتالي تقدر يتتجنبي هذا الشيء طيب نيجي لتالت حاجة مسكنات القلم الادوية المسكناة يعني اللي هو بنسميها احنا بين كيلرز خلاص في بعض الانواع منها بعض الانواع بتكون امنة خلال الحمل ودي انهي انواع بقى اللي بتتميز بقصر فترة تواجدها في الجسم يعني فيه ادوية مسكنا مسكنا للالام يعني من مزاياها تصنيعيا يعني ان الجسم بياخد منها التأثير المطلوب ويتخلص منها بسرعة لكن برضو وانا بقوله هو فيه برضو فيه انواع تانية مضرة وللأسف الانواع بقى المضرة هي الانواع المشهورة اللي حضراتكم كلكم عارفينها وناس كتير قوي رجال وستاذ عملين ياخدوها طول الوقت خلاص دي الانواع المضرة في الحمل علشان كده لما تسألي طبيبك لازم تركزي على الانواع سريعة المفعول قصيرة المدى وممكن برضو تجربي وسائل طبيعية تانية لمقاومة الالم زي مثلا لو عندك صداع تدليك الراس يعني انك تعملي راسك او تدليك كده او زوجك حتى يعملها او انك تاخدي حمام دافي وتسترخي بعد كده في حالات ألم الجسم برضو ده بيفيد جدا اللي هو الحمام الدافي والاسترخاء ده بيبقى أحسن من أي مساكن طيب ايه تاني من أنواع الأدوية بيكون فيه عرضة لاستخدامها خلال الحمل وعايزين نعرف هي مضرة ولا مش مضرة المضادات الحيوية الانتيبيوتكس المضادات الحيوية فيه أنواع منها آمنة تماما خلال الحمل أنواع معينة وأنا بقوله اللي عارف الأنواع دي أنا مش أقول لكم عليها اللي عارف الأنواع دي الطبيب والطبيبة الخاصة اللي هما تخصصهم أمراض النساء والولادة اللي بيتابعوا حضرتك بالتحديد بالمناسبة فيه أحوال مرضية لقدر الله يعني بتستوجب العلاج الفوري بالمضادات الحيوية يعني تلاقي مثلا زوجة حامل عندها التهاب في الصدر زوجة حامل عندها التهاب في مجرى البول ما هي دي مش هتتساب الحاجات دي مش هتتساب الحاجات دي هتتعالج وهتتعالج بمضادات حيوية لكن وقتها بقى الدكتور بيختار لك أحد الأنواع الآمنة الآمنة خلال الحمل نصحتنا لحضرتك أنك تتجنبي تماما أنواع محددة من المضادات الحيوية زي مثلا عيلا كده يعني أنا هقول لكم مش هقول لكم المسموح هقول لكم الممنوع قوي بقى حاجة كاسمة تيترا سايكلين دي بتأثر سلبيا على عظام الجنين وأسنانه اللي هي المادة الفعالة اللي فيها يعني الستريبتوميسن ودي بتؤدي المشاكل في أذن الجنين وحسة السمع السلفة ودي بتأثر سلبيا على كبد الجنين مرة تانية فيه أنواع كتيرة من المضادات الحيوية آمنة بشرط أن الطبيب المتابع لحضرتك هو اللي يرشحها لك طيب إيه تاني من الأدوية اللي بتكوني معرضة أنك تكوني في احتياج لها خلال الحمل الملينات لاكستيفز الملينات بالمناسبة دي معلومة يعني على جنب كده غلط أن الحامل يكون عندها إمساك غلط أن الحامل يكون عندها إمساك لأنه الإمساك غلط من أكتر من ناحية بيمنع أن يبتلك لي كويس وثانيا لما أي حد في الدنيا بيبقى عنده إمساك بيبقى علشان يخرج بعد كده بيعمل إيه؟ إحنا حتى عارفنا باللفز الدارك الطفل الكبير يحزق ده غلط في الحمل علشان كده دايما ننصحك أنه في الغذاء الصحي اللي تكليخ لها الحمل يكون بتاكلي خضروات فواكه تشرب حليب لبن يعني تاكلي عيش أصمر العيش اللي هو أبو ردة العيش ده مفيد جدا أنه يمنع الإمساك لأن كل دي ملاينات طبيعية خاصة أنواع الأطعامة اللي بتحتوي على الألياف الرز في ألياف العيش البلدي في ألياف الخضروات طبعا والفواكه وهكذا كمان بننصح دايما بشرب الميا بشكل منتظم لأن ده بيقاوم حدوث الإمساك لكن إذا بعد كده لقدر الله فضلتي تعاني من الإمساك فما تقلقيش ليه؟ لأن معظم أنواع الملينات اللي موجودة في الصيدليات آمنة يعني آمنة مع الحمل وطبيبك هينصحك بأحد الأنواع دي وعلى فكرة كتير قوي من الملينات بتكون عبارة عن أعشاب طبيعية بس الخطورة في استخدامها دون إشراف طبي ليه؟ لأن فيه أنواع أنت ممكن تستخدميها أولا كل الملينات تستخدم بالليل عشان نبقى متفقين يعني بس فيه ناس ممكن تقول إيه؟ أنا ممكن أخدها مرتين في اليوم ممكن أخدها تلاتة ممكن أخدها يوم في يوم ما فيش أصلية بتبقى أحيانا في هيئة إقراس أو أحيانا في هيئة زي بكتات كده زي الشاي خلاص؟ في هيئة إقراس وهكذا فلازم برضو الطبيب والطبيبة المتابعين لحملة حضرتك هم اللي يرشحوا لك النوع الآمن ومعلومة يعني أنه معظم الملينات بتكون حاجات مش مركبات كيميائية ده معظمها مش كلها تمام؟ الدور بعد كده على أدوية تانية وهي أدوية مضادات الحموضة أنا باختر لكم الأدوية اللي كل الحوامل أو كل اللي مروا بتجربة الحمل فاهمين أنا ليه بقول الأدوية دي؟ ليه قلت مضادات الحسسية؟ ليه قلت الأنتيبيوتكس؟ ليه بقول أهو المضادات الحموضة؟ ليه بقول الملينات؟ لأن دي الحالات الطبية اللي أنت بتكوني معرضة لها خلال الحمل فمن ضمن الحالات الشهيرة قوي زيادة الحموضة وده طبيعي أولا لأنه الجنين بيكبر ما شاء الله والرحم بيتمدد فبيرفع الحجاب الحاجز لفوق ثانيا هرمونات الحمل برضو بتزيد من إفراز العصارة المعيدية أو العصارات الهضمية بشكل عام عشان كده كتير قوم الحوامل يحسوا بالحرقة بتاعة الزور أو حرقة المعدة زي ما بيقولوا وبيبقوا في احتياج لمضادات الحموضة تمام؟ اللي بنسميها الأنتاسدز الأدوية اللي ممكن تلاقي نفسك في احتياج يعني ليها دي اللي هي زي ما بقول بتاعة حرقان المعدة أو حرقان فلم المعدة ده عرض شائع جدا في الحمل خصوصا خصوصا في الفترات الأخيرة وزي ما قلت ده نتيجة ضغط الجنين على المعدة وارتفاع الحجاب الحجز معظم الأدوية دي أمانة خلاص بس في آخر لكن لازم تجنب أنواع معينة معظم الأدوية دي آمنة لكن لازم نتجنب أنواع معينة وعلى رأس هذه الأنواع أي نوع بيحتوي على بايكربونات السوديوم أو السوديوم بايكربونات على فكرة السوديوم بايكربونات بس عشان تبقوا عارفين هقول لكم معلومة يعني السوديوم بايكربونات ده بيستخدم حتى في الخبز وفي الحاجات المخبوزات وكده فيه دواء شهير قوي بيتباع في الصيدليات كده ناس كدير قوي بتاخده اللي هو الفوار الفوار اللي هو الفواكه والحاجات دي كلها ده عبارة عن سوديوم بايكربونات فده ممنوع يعني ده غلط يعني ما فيش زوجة حامل تاخد هذا هذا المستحضر الطبي لأنه غلط تمام كده؟ طيب ايه تاني أدوية ممكن تكوني محتاجة لها؟ مدرات البول أو الديوريتيكس مدرات البول بقى لابد من تجنبها خلال الحمل لابد من تجنبها مدرات البول لابد من تجنبها خلال الحمل ولولا قدر الله لاحظتي تورم في الوجه أو القدمين أو اليدين سواء مع بعض أو في أحد هذه الأماكن في القدمين أو اليدين اليدين أو القدمين أو الوجه ها لازم تروحي للطبيب فورا مش هروح له الأسبوع الجاي لا فورا ليه لأن ظهور هذه الأعراض بعد فترة من مرور الحمل ممكن يكون إشارة لارتفاع ضغط الدم بشكل كبير وهذا إذا لم يتم السيطرة عليه وعلاجه بشكل حاسم قد يؤدي لا قدر الله لا قدر الله لحالة طبية معقدة تعرف باسم تسمم الحمل وبالمناسبة تسمم الحمل ده من ضروريات الولادة المبكرة يعني مش أنتوا بتلاقوا أحيانا الناس كده تبقى في نهاية السابع أو في التامة ويقول لك لا لازم تولد عشان خلاص الضغط بتاعها عالي دي من ضمن المسببات من العلامات المبكرة قوي تورم اليدين والقدمين والوجه يحصل هذه الأعراض لقدر الله ارجعي لطبيبك أو طبيبتك فورا أدوية كمان بتكون مشهورة قوي الناس بتبقى عايزة تاخدها لأنه بيحصل نزلت البرد أدوية علاج البرد خصوصا بقى في الأيام اللي هي كمان إيه يعني في أيام الشتاء والأيام الحياة بتاعتي الصيف بقت برضو عرضة الناس كلها بيجي لها برد لأنه بتبقى الأجواء حرة جدا يستخدموا المراوح أو الناس اللي عندهم أجهزة تكييف أو حتى بيتبقى الدنيا حرة في الشارع يدخلوا مثلا محلة أو يدخلوا مكان تلاقي الدنيا برد جدا يعني أنا بعرف يعني ناس جالهم نزلت برد وهم راحين مثلا يعملوا متابعة طبيعية هما يعملوا تحاليل تخيلوا بقى مش أقول لكم مثلا راحين سوبر ماركت ولا بتاع ليه؟ بيكون الجو حر جدا برا يدخلوا مركز الأشعة أو مركز التحاليل وتلاقوا فجأة التكييف معمول على درجة كبيرة جدا بعد ما يعودوا فترة يرجعوا تاني في الحر فبرضه دي دعوة يعني أن الناس تبقى معتدلة شوية في استخدام أجهز التكييف في الأماكن يعني اللي بيروها حتى على الأقل المرضى يعني زي المستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة وهكذا تمام؟ بالنسبة لأدوية نزلات البرد يفضل تجنبها يفضل تجنبها هنرجع تاني ونقول البدائل الطبيعية من الوسائل المنشطة للمناعة سواء كانت التغذية أو الراحة أو استنشق البخار حتى يعني فيه حاجات كده بتتحطوا بتاع بتقعد نشم البخار بتاع خلاص يعني فيه دعوة حتى بيتحطوا بنشم البخار مش لازم بنشربه بقى خلاص كده وفيه أدوية بتتبعها في الصيدلية بتتحطها على مية وتغلي ونقعد نشم البخار لكن فيه وسائل تانية العصائر الطبيعية والحاجات دي كلها الحاجات دي الحلول دي ممكن تؤدي لنتائق كويسة جدا جدا أخيرا الأدوية المحتوية على الكورتيزون أو الستيرويد يعني كلمة كورتيزون بس عشان تبقوا عارفينها ما بتكتبش في المستحضرات بكلمة كورتيزون في المستحضرات الدوائية هتلاو كلمة استيرويد المسموح استخدام الأنواع الموضعية فقط يعني إيه الموضعية؟ يعني الكريمات أو المراهب وبرضو دي لها شروط يعني الأدوية اللي بتحتوي على الكورتيزون بتتاخد أحيانا على فكرة بتتاخد أحيانا بس بتتاخد الأغراض تانية خالص في الحمل يعني مش مجال إن إحنا نتكلم فيها دلوقتي بس أقول لكم على الماشي كده يعني أحيانا تلاقي الطبيبة أو الطبيب المتابعين لحملك هيقولك هتاخدي الحقن المعانى على فكرة دي حقنة كورتيزون بس هو بيبقى بيهدف لحاجة تانية خالص خاصة مثلا بنمو وتطور الرئة عند الجنين عند الجنين مش عند حضرتك تمام؟ فدي ممنوع تماما استخدام أدوية تحتوي على الكورتيزون أو الستيرويدز دون إشراف طبي دون إشراف طبي إنما مسموح بإيه؟ بالمستحضرات الموضعية المراهم والكريمات ودي ليه عشرتين زي ما قلنا الشرط الأول إن الطبيب هو اللي يحدد لك النوع لإن فيه أنواع بتحتوي على نسب كورتيزون عالية وفيه أنواع بتبقى نسب كورتيزون خفيفة الشرط التاني هو إنه استخدامها ما يكونش في مساحات كبيرة من الجسم ما يكونش يعني يكون في مساحات محددة خلاص ما نعودش مثلا ندهن بطننا كلها ولا ندهن رجلنا كلها وهكذا بالمناسبة البخاخات المستخدمة في علاج الأمراض الصدرية آمنة لكن برضو لازم مراجعة الموضوع مع طبيبك إحنا حاولنا دلوقتي نتعرض لأشهر الأنواع العامة من الأدوية اللي ممكن يكون فيه احتياج لاستخدامها خلال الحمل وفي النهاية عايز حضراتكم أو أرجع أفكر حضراتكم بالقواعد والنصائح الأساسية لتناول الأدوية خلال الحمل وهلخصها لكم في ثلاث نصائح النصيحة الأولى أنه ما فيش دواء يتاخد احتياطي أو بدون احتياج أي دواء يتاخد لغرض محدد لوقت محدد بجرعة محددة النصيحة الثانية أن الطبيب أو الطبيبة اللي بيتابعوا حملك لازم يكونوا على علم بهذا الدواء اللي انت يتاخده غير الالتزام بالأدوية اللي ممكن يكون مقررها لك طبعا الطبيب أو الطبيبة من البداية زي ما قلنا الفوليك أسد أو الكالسيوم أو الحديد وهكذا خلاص فيه ناس بيبقى عندهم مثلا أنيميا ومش عارفين فلازم ياخدوا عليك أما النصيحة الثالثة وهي الأخيرة فهي أنك ما تخفيش ما تخفيش من أنك تقولي للدكتور أنك عندك شكوى معينة فيه ناس بقى بيعكسوا الحكاية يعني تلاقي الزوجة الحامل تبقى عندها وجع معينة أو معاناة معينة تقولك لا أنا مش هقول للدكتور لي يا سيد تقولك أصلا لو قلتله هيكتب لي دواء والدواء ده هيأثر على الجنين الدكتور اللي بيتابع الحمل ده خايف على الجنين أكتر منك عشان تبقى يعارفه خلاص؟ الحكاية دي زي ما قلنا مش صح لأن زي ما عرفته كده كتير جدا من الأدوية ممكن يتاخد خلال الحمل لكن بشرط زي ما بقول وانش عارف قلتها كم مرة تحت الإشراف الطبي